السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان متابعي قناة مستر احمد علي المصري رب تكونوا بخير في اساعة حال النهاردة ان شاء الله الفيديو موجه لحبيبنا طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية هنتكلم فيه بعمر الله عن مدرسة السويدي بعد الاعدادية مدرسة على فكرة من المدارس الهمة وطبعا غير الثانوي العام لو سيادتك بتبحث عن مدرسة هامة ومدرسة مميزة غير الثانوي العام يبقى سيادتك لازم تتعرف على المعلومات الهمة والتي تخص مدرسة السويدي بعد الاعدادية اعرف شروط التقديم ايه؟ اعرف تخصصات المدرسة مش بس كده ده شروط كل تخصص كمان عشان تبقى سيادتك عارف كل حاجة عن هذه المدرسة عشان لو حبيت تقدم فيها بيبقى سيادتك عندك الخلفية المعرفية وتبقى عارف كل التخصصات وشروطها ايه بالظبط تمام كده يا شباب؟ وان شاء الله بأمر الله في كل فيديو من هذه الفيديوهات اللي حبنتكلم فيها عن مميزات للمدارس ان شاء الله هقولك على تفاصيل هامة جدا فتابعوني ولو انت اول مرة تشاهد الفناة تشرفني بالاشتراك ودوس لايك وتنساش تفعل الدرس عشان يجيه لك كل جديد وتشاير الفيديو عشان غيرك يستفيد اول حاجة يا شباب عشان تعرفها عنوان هذه المدرسة مدرسة السويدي موجودة فين؟ كتعة رقم واحد بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية بي اي باركس بجوار مصنع اسكرا ايميكو مدينة العاشر من رمضان ده العنوان بتاع هذه المدرسة طب يا مستر بالنسبة للتخصصات بتاعتنا يترى شروطها ايه؟ بس يا شباب احنا عندنا طبعا في هذه المدرسة كثير من التخصصات تعالي ناخد اول تخصص ونتكلم عنه ان شاء الله بالنسبة للشروط بتاعته عندنا تخصص مهم جدا اسمه مكونات الطاقة شروط تخصص مكونات الطاقة قسم الكابلات باساسية ده اول حاجة الشروط الاساسية ايه؟ ان يكون المتقدم من الذكور فقط طبعا سيادتك عارف ان هذه المدرسة بتقبل من البانين والبنات اللي سيادتك عايز يخش هذا القسم طبعا الهازم يكون من الذكور فقط تمام كده بتاخد بنين بس هذا القسم تمام كده اول شرط ان يكون المتقدم من الذكور فقط وفق الاحتياجات الفنية للمصنع الشريك طبعا زي ما حضرتك عارف ان هذه المدرسة لها مصنع شريك معها بيتفقوا مع بعض عن كل صغيرة وكبيرة خصوصا الحاجات اللي تخص التخصصات المختلفة الحاجة الثانية اكتياز الكشف الطبي اما عن المهارات او المعايير الاضافية اللي بتساعد حضرتك على القبول ان يتروح الطول من 160 ل180 صمتي ان يكون الوزن الاقصى الطول نقص منه 100 تمام كده يعني سيادتك لو طولك 180 يبقى 180 نقص 100 يبقى اقصى وزن يكون 80 كيلو لو مثلا طولك 170 يبقى 170 نقص 100 يبقى الوزن الاقصى لحضرتك 70 كيلو وهكذا الطول بتاع حضرتك نقص منه 100 يبقى ده الوزن المطلوب او الوزن الاقصى المطلوب اللياقة البدانية القدرة على التحمل القدرة البصرية تكون صحيحة اكتياز اختبار عمل ألوان هيعملوا لك كمان اختبار عمل ألوان عشان طبعا ده اختبار مهم جدا لهذا القسم إجارة اللغة الإنجليزية إجارة اللغة العربية الرياضيات اكتياز اختبارات الذكاء حل المشكلات المنطق القدرة على التفكير البصري التميز بمهارات حرقية دقيقة الاهتمام بهذا المجال أن يكون العنوان أو محل الأقامة قريب من المصنع يبقى هنا هذا القسم أو هذا التخصص لهو مكونات الطاقة أهم حاجة طبعا ما بيقبلش إلا من الأولاد فقط الذكور فقط وبقى كده قلنا على المعايير بقى المهمة جدا اللي هتساعدك لو أنت حابب هذا التخصص سيادتك بقى من دلوقتي ابتدي بقى مرا نفسك ابتدي بقى خلي بالك من القواعد العامة في اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات خش جدا عن نت وشوف بقى اختبارات الذكاء إيه حل المشكلات إزاي والكلام ده كله بحيث تاخد خبرة ويكون ليك الأولوية لو أنت ناوي تخش هذه المدرسة خصوصا هذا التخصص اللي هو مكونات الطاقة تمام كده يا شباب بيبعرفنا مكونات الطاقة الشروط بتاعته إيه أما عن التخصص التاني بتاعنا أو التخصصات بتاعة الإلكترونيات والكهرباء الشروط بتاعتها الأساسية طبعا يسمح التقدم لكل من الذكول والإناس يعني هنا أولاد بنات مسمح لهم يخشوا تخصصات الإلكترونيات والكهرباء طبعا الشرط التاني اجتياز الكشف الطبي إيجارة اللغة العربية مهارات العرض والتقديم تمام كده يا شباب أما عن المهارات الإضافية مهمة جدا برضو القدرة على التحمل القدرة البصرية صحيحة اجتياز اختبار عمل ألوان إجادة اللغة الإنجليزية والرياضيات وإجتياز اختبارات الذكاء وحل المشكلات والمنطق القدرة على التفكير البصري التمييز بمهارات حرقية دقيقة إجادة استخدام الحاسب الآلي وحزمة الأوفيس يعني سيادتك بقى لازم كمان يكون معك كمبيوتر دية هيديك أولوية إن سيادتك لو عايز تخش هذه التخصصات تخصصات الإلكترونيات والكهرباء تمام كده يا شباب؟ الاهتمام بهذا المجال أن يكون محل الأقامة قريبا من المصنع مهارات التواصل الاجتماعي الاهتمامات والهوايات الشخصية يسألك عن اهتماماتك إيه أو هواياتك الشخصية إيه عشان عايزين طبعا مخ متفتح في هذا التخصص تمام كده يا شباب؟ يبقى سيادتك تخلي بالك برضو من الشروط بتاعة هذا التخصص تمام كده يا شباب؟ طيب بالنسبة لشروط تخصص مجوهرات وحلية ده برضو أحد التخصصات اللي موجودة في مدرسة السويدي بعد الإعدادية تمام كده؟ هذا التخصص طبعا شروط هذا التخصص يسمح التقدم لكل من الذكور والإناث يعني أولاد بنات ممكن يخشوا هذا التخصص اللي هو مجوهرات وحلية الحاجة الثانية القدرة البصرية صحيحة إيجادة اللغة العربية الاهتمام بهذا المجال أما عن المعايير الإضافية زي ما قلنا برضو قبل كده القدرة على التحمل اجتياز اختبار عمل ألوان اجتياز الكشف الطبي الرياضيات اجتياز اختبارات الذكاء حل المشكلات المنطق القدرة على التفكير البصري وسيادتك بقى تقدر يعني من خلال النت إنك أنت ممكن تمرر نفسك على هذه الذكاءات أو هذه الاختبارات تمام كده؟ عشان تقدر إن شاء الله تكون يعني إيه تقبل في هذا التخصص مهارات العرض والتقديم أن يكون محل الأقامة قريب من المصنع مهارات التواصل الاجتماعي الاهتمامات الهوايات الشخصية إيجادة استخدام الحاسب الآري وحزمة الأوفيس تمام كده يا شباب؟ يبقى سيادتك كلما يكون أنت كويس في اللغة الإنجليزية أو الرياضيات أو اختبارات الذكاء أو عندك كمان قدرة على استخدام الحاسب الآلي بطريقة مهارية أعتقد هيبقى أبولك في هذه التخصصات إن شاء الله أبول فرصته كبيرة بأمر الله أما عن شروط تخصصات الميكانيكا طبعا شروط تخصص ميكانيكا صيانة وإصلاح الشروط الأساسية أن يكون المتقدم من الذكور فقط يبقى برضو التخصص ده من الذكور فقط طبعا وفقا للإحتياجات الفنية للمصنع الشريك اكتياز الكشف الطبي أما عن المهارات والمعايير الإضافية أن يتراوح الطول من 160 إلى 180 صمتي اللياقة البدنية القدرة على التحمل القدرة البصرية صحيحة اكتياز اختبار عمل ألوان إجارة اللغة الإنجليزية الرياضيات اكتياز اختبارات الذكاء حل المشكلات المنطق القدرة على التفكير البصري إجارة استخدام الحاسب الآلي وحزمة الأوفيس الاعتمام بهذا المجال مهارات العرض والتقديم أن يكون محل الإقامة قريب من المصنع مهارات التواصل الاجتماعي يعني تقريبا نفس المعايير الإضافية بتاعت كل تخصص تمام كده بس هذا التخصص تخصص الميكانيكا أو تخصصات الميكانيكا ده بيبقى للذكور فقط تمام كده يا شباب عشان سيادتك بس تبقى متابع معايا التخصص الزر بعد كده يا شباب هو تخصصات مجال البرمجيات بعتقد التخصص ده مهم جدا 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 طيب ايه بقى شروط تخصص فن البرمجيات والتطبيقات الصناعية أول حاجة عدد متوازن من الذكور والإناث وقد تشمل متقدمين من ذوي الإعاقة الحراقية تمام كده يبقى السيادتك ده بيقبل من بنين وبنات وبقى في كمان عدد متوازن من البنين أو البنات ويكون عدد متوازن من الذكور والإناث ويمكن يشمل المتقدمين من ذوي الإعاقة الحراقية اجتياز الكشف الطبي ايجادة اللغة الإنجليزية ايجادة اللغة العربية الرياضيات اكتياز اختبارات الذكاء حل المشكلات المنطق القدر على التفكير البصري إجارة استخدام الحاسب الآلي وحزمة الوفيس الاهتمام بهذا المجال أن يكون العنوان أو محل الإقامة قريب من المصنع تمام كده يا شباب؟ وأن المعايير الإضافية برضو الطول من 160 إلى 180 صمتي أن يكون الوزن الأقصى الطول نقص من 100 زي اللي فات بالضبط القدر على التحمل القدر البصرية صحيحة اكتياز اختبار عمل ألوان مهارات العرض والتقديم مهارات التواصل الاجتماعي أما عن مجال اللوجستيات طبعا تخصص اللوجستيات اللي هي عمليات المخازن الحاجات الأساسية يا شباب برضو عدد متوازن من الذكور والإناث اليقى البدنية القدر على التحمل اكتياز الكشف الطبي إيجادة اللغة العربية إيجادة استخدام الحاسب الآلي وحزمة الأوفيس أما عن المعايير الإضافية طبعا مش أطول على حضراتكم وهي تقيبا زي المعايير اللي فاتت تمام كده يا شباب؟ و لو أنت أول مرة تشاهد القناة تشرفني بالاشتراك ودوس لايك وتنساش تفعل الدرس عشان يجيه لك كل جديد وتشاري الفيديو عشان غيرك يستفيد مازال يا شباب مع تخصصات مدرسة السويدي شروط تخصصات الميكانيكا شروط تخصص الأعمال الميكانيكية للمنشآت أن يكون المتقدم من الذكور فقط تخصص الميكانيكا بيأخذ أولاد فقط المعايير برضو الإضافية يا شباب طبعا للياق البدنية القدرة على التحمل القدرة البصرية صحيحة يعني تقريبا نفس المعايير اللي فاتت أما عن شروط تخصصات الحديد والصلب تخصص الحديد والصلب الشروط الأساسية أن يكون المتقدم من الذكور فقط طبعا زي ما قلنا كده في بقية التخصصات أن يكون المتقدم من سكان محافظة السويس محافظات القناة ومحافظة الشرقية على أن تكون الأولوية في الاختيار لسكان محافظة السويس طبعا هذا التخصص بيطلب الطالب المتقدم لي طبعا يكون من الذكور ويكون طبعا من سكان محافظة السويس أو محافظات القناة ومحافظة الشرقية بس الأولوية لمحافظة السويس تمام كده يا شباب القدرة على التحمل البدني والعقلي للعمل في بيئة العمل قوة الإبصار اكتياز اختبار عماء الألوان اكتياز اختبار الكشف التبي اجدت اللغة العربية الرياضيات أن يتروح الطول من 160 إلى 180 صمتي وترئيبا يا شباب برضو نفس المهارات أو الشروط اللي احنا قلنا عليها قبل كده طبعا قال لك في الآخر الاهتمامات والهوايات الشخصية الأخرى زي بمارسة الرياضة الرسم القراءة ألا يكون للمتقدم اخوة أو أخوات من العاملين أو المتدربين أو المتقدمين للتدريب بالشركة ألا يكون للمتقدم اخوة أو أخوات من العاملين أو المتدربين أو المتقدمين للتدريب بالشركة يعني سيادتك متقدم لهذه المدرسة وداخل هذا التخصص ما يكونش لك بقى أخ أو أخت يعني ايه من العاملين في هذه الشركة او متدربين او متقدمين للتدريب بالشركة تمام كده يا شباب يبا احنا قلنا على هذه الشروط الهمة جدا لتخصص الحديد والصلب اما عن تخصص صناعة الادوية فشروط تخصص تشغيل مكينات ادوية اول حاجة ان يكون المتقدم من الذكور فقط الحاجة التانية القدرة على التحمل القدرة البصرية صحيحة اكتياز الكشف الطبي اجادة اللغة العربية الرياضيات الاهتمام بهذا المجال وتقريبا برضو المعايير الاضافية نفس المعايير السابقة اما عن تخصص الصناعات الكيموية لشروط تخصص بلاستيك تمام كده الشروط الاساسية ان يكون المتقدم من الذكور فقط اما عن المعايير الاضافية برضو تقريبا نفس المعايير اللي فات تمام كده يا شباب اما عن التخصص الاخير معنا النهاردة ان شاء الله هو تخصصات مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شروط تخصص تكنولوجيا المعلومات والشبكات يسمح التقدم لكل من الذكور والإناث اكتياز اختبار عمل ألوان اكتياز الكشف الطبي وبرضه نفس المعايير الإضافية بتاعة التخصصات اللي فاتت تمام كده يا شباب يبقى احنا اتكلمنا في هذا الفيديو عن الشروط العامة للتقديم في هذه المدرسة مدرسة السويدي وقلنا المستندات المطلوبة ايه وبعد كرة قلنا على التخصصات وقلنا شروطها ايه وعرفنا ايه التخصصات اللي بتقبل من الذكور فقط او بتقبل من الذكور والإناث وعرفنا زي ما قلنا شروط كل تخصص ايه ربنا وفقكو يا شباب كل واحد ينول اللي يتمناه بفضل الله في هذه القناة بنتكلم عن مميزات المدارس المختلفة بعد تلتة عدادة عشان سيادتك تعرف تختار بطريقة صحيحة بأمر الله وربنا وفقكو يا شباب كل واحد ينول اللي يتمناه بس ازن حضرتك بقى لو عجبك الفيديو دوس لايكو ما تنساش بقى تعليق جميل من حضرتك ولو اول مرة حضرتك تشاهد القناة شرفني بالاشتراك واننساش تفعيل الجرس عشان ان شاء الله يجي لك كل جديد وربنا وفقكو يا شباب كل واحد ينول اللي يتمناه كان معكم مستر احمد علي وانتظروني في فيديوهات جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته